اشتركوا في القناة الله تعالى أن يبارك فيها وأن ينفع بها وسيكون هذا الدرس استكمالا لدروس سابقة في دورات سابقة وكانت في كتاب عمدة الفقر للموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله وبدأنا من أول الكتاب ووصلنا إلى باب العدة وتوقفنا بسبب ظروف جائحة كورونا لعامين سابقين والحمد لله الآن سنستأنف استكمالا هذا الدرس وسنأيضا نكمله في دروس ودورات قادمة بإذن الله عز وجل حتى يشرح كامل هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا الدرس سيستمر هذا الأسبوع وسيكون من باب العدة إلى باب النذر في عمدة الفقر بإذن الله عز وجل وقبل أن أبدأ في الشرح أذكر ببعض الأمور المهمة لطلب العلم وآدابه فأقول أيها الإخوة طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته كما قال الإمام أحمد رحمه الله وذلك لأن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله عز وجل إلا عن طريق العلم مهما كان عليه من القوة في العبادة ومهما كان عليه من الجلد إلا أنه لا يمكن أن يعبد الله إلا عن طريق العلم ولهذا كان فضل العلماء على العباد كبيرا لأن العالم يعرف محال محب الله تعالى ومرضاته ويعرف محال سخط الله تعالى ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على طلب العلم وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من يرد الله به خيرا يفقه في الدين تأملوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ما مفهوم المخالفة لهذا الحديث من يجيب عن هذا السؤال مفهوم المخالفة لهذا الحديث نعم فضل أحسنت أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفق في الدين فإذا وجدت من نفسك حرصا على الفق في الدين حرصا على مثل هذه الحلق حرصا على طلب العلم حرصا على الاستفادة فهذه أمارة على أنه أريد بك الخير إن شاء الله أما الذي يجد من نفسه عزوفا عن طلب العلم ونفورا منه وإذا حضر مثل هذا المجلس فإنه يتململ وينفر فهذا ربما قد يكون وهذا أمارة على أنه لم يرد به الخير فاحرصي آخر كريم على أنه إذا وجدت درس علم أو حلقة علم أن تلازمها فإنك تكسب بهذا فوائد كثيرة الفائد الأولى الأجر من الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن لله ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم ومجالس العلم داخل في مجالس الذكر وفي آخر الحديث وهو في الصحيحين يقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم هذه الفائدة الثانية مغفرة الذنوب فتقول الملائكة يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم وإنما أتى لحاجة وجلس فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس هذه الفائدة الثانية مغفرة الذنوب الفائدة الثالثة تحصيل العلم النافع فإنه إذا حضر مثل هذه الدروس يحصل علما يستنير به في أمور دينه ويعبد الله تعالى على بصيره وقد كان السلف الصالح عندهم حرص شديد على طلب العلم حتى إن جابر بن عبد الله الأنصاري لما بلغه أن عند عبد الله بن أونيس حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل من المدينة إلى الشام على بعيره وحده ومكث في هذه الرحلة شهرين شهرا في الذهاب وشهرا في العودة كل ذلك لأجل سماع حديث واحد فقط والفائدة الرابعة أنه يستفيد بمثل حضور هذه الدروس أدبا وتربية وتحسينا لأخلاقه ولذلك تجد أن طالب العلم الذي يصدر عن أهل العلم وعن الدروس والحلق يكون عليه من السمت ومن الأدب والخلق ما ليس عند غيره بينما تجد الذي يطلب العلم عن طريق الكتب تجد عنده من الحدة ومن سوء الأدب ما ليس عند غيره ممن يحضر مثل هذه الحلق والدروس وهو يستفيد أدبا وعلما وسمتا وخلقا فهو على خير فهذه المجالس مجالس إيمانية مباركة ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم وينبغي أن يستحذر النية ويصحح النية بأن ينوي بطلبه للعلم التقرب إلى الله تعالى بذلك وينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره ولهذا لما سئل الإمام أحمد كيف تكون النية بطلب العلم قال ينوي رفع الجهل عن نفسه والعلم يأتي شيئا فشيئا يعني لا يأتي دفعة واحدة وإنما يحصله طالب العلم شيئا فشيئا فهو يحتاج إلى صبر ولهذا قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد لا بد من الصبر والتحمل في طلب العلم وأسلافنا كانوا يرتحلون في طلب العلم ليست كالرحلة في الوقت الحاضر على الطائرات ومع وجود وسائل اتصالات كان طالب العلم في ذلك الزمان يغترب أولا يرتحل إما على رجليه أو على بعيره ويقطع الصحاري والفيافي والقفار ثم ينقطع عن أهله انقطعا تاما ليس في وسائل التواصل لا يدرون أهله عنه لا يدري أهله عنه وينقطع عنهم المدد الطويلة بالسنوات كل ذلك لأجل تحصيل العلم أما الآن فقد أصبح العلم متيسرا مبذولا وأصبح يجده طالب العلم مثل هذه الحلق والدروس ويجده عن طريق القنوات عن طريق الأنترنت وكذلك أيضا يجد الكتب الكثير عبر البرامج الحاسوبية ويجد أيضا كتب الورقية المطبوعة بأفخر الطبعات وبأزهد الأثمان فأصبح العلم مبذولا أكثر من أي وقت مضى ولذلك ينبغي رفع الهمة في طلب العلم وأن يحرص طالب العلم على الاستزادة وقل ربي زدني علما لم يأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم وقل ربي زدني علما فأحرص يا أخي الكريم على أن يكون طالب العلم أكبر اهتماماتك وأن تجعل لطلب العلم نصيبا من وقتك يكون لك حلق ودروس تحافظ عليها وتفيد منها وينبغي لطالب العلم أيضا أن يضبط العلم لأن بعض الناس يحظل مثل هذه الدروس بعد شهر أو شهرين تسأله يقول نسيت نسى معظم ما سمع ولذلك لا بد من ضبط العلم ومذاكرته حياة العلم المذاكرة وضبط العلم أبرز طرق ضبطه طريقتان طريقة الأولى بالكتابة لكن تكون الكتابة سريعة وتكون أيضا مرتبة بحيث ترجع لها من حين لآخر والطريقة الثانية بالتسجيل تسجل هذه الدروس وتستمع لها أكثر من مرة وبعض الناس يفضل الطريقة الأولى وبعض الناس يفضل الطريقة الثانية اختر ما تراه الأنسب بهذه الطريقة تضبط العلم فلا بد إذن من ضبط العلم ولا بد من مذاكرة العلم وأنفع العلوم ما كان له أثر عليك في العمل أنفع العلوم ما كان له أثر عليك في العمل والتطبيق ما هي العلوم التي تجد لها أثرا في العمل والتطبيق هذه هي أفضل علوم وعندما نتأمل فيها نجد أن أبرزها علما علم العقيدة وعلم الفقه العقيدة لا يخفى أهمية العناية بالعقيدة الصحيحة بل إن الله تعالى بعث الأنبياء والرسل لأجل تصحيح عقائد الناس وإلا كانت الأمم السابقة تقر بأن الله الخالق الرازق المدبر لهذا الكون لكن كان عندهم من حراف العقيدة فرسل الله الرسل لأجل تصحيح العقائد وأما الفقه فهو حياة الناس العملية لو استمعت إلى أي برنامج إفتاء أنظر فيما يسأل الناس تجد أن معظم الأسئلة مساء الفقهية أحكام الصلاة والزكاء والصيام والبيوع والأطعمة والندور والأيمان ونحو ذلك وبقية العلوم تأخذ منها بقدر معين لكن هذان العلمان ينبغي التركيز عليهم في هذه السلسلة من الدروس وشرح العمدة في الفقه هي والله الحمد مسجلة ولذلك من فاته شيء منها يجدها في مسجلة وموجودة على اليوتوب وغيره فبالإمكان التدارك يعني لمن أتى لهذا الدرس ولم يحضر الدروس السابقة بإمكانه يتدارك بتسجيل الدروس ثم أيضا إن شاء الله إذا انتهينا من الكتاب سيطبع هذا الشرح في كتاب بإذن الله عز وجل لكن حتى ننتهي نحن الآن لازلنا في فقه الأسرة وإن شاء الله نكمل شرح هذا الكتاب ويخرج في مؤلف بإذن الله عز وجل لكن من أراده مسموعا فهو موجود أيضا فنبتدئ على بركة الله عز وجل ومن كان عنده أسئلة أو استفسارات فليكتب سؤاله ويرسله إلينا سنخصص جزء من الوقت في آخر الدرس لإجابة عن ما يتسع به الوقت من الأسئلة والاستفسارات فنبدأ على بركة الله أولا بقراءة عبارة المصنف رحمه الله اتفضل الشيخ سامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمصنف ولجميع المسلمين قال الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الفقه باب العدة ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها بارك الله فيك طيب باب العدة العدة معناها انتظار محدود يلزم المرأة عند زوال النكاح انتظار محدود يعني مؤقت يلزم المرأة عند زوال النكاح إما بطلاق أو بوفاة هذه العدة فالمرأة تتربص وتنتظر مدة معينة عند زوال عقد النكاح وعقد الزوجية إما بوفاة أو بطلاق والحكمة من هذه العدة لها عدة حكم من أبرزها التأكد من براءة الرحم فإن المرأة لو كانت حاملاً ثم تزوجت مباشرة لعدة هذا الاختلاط الأنساب لمن ينسب هذا الولد فمن الحكم التأكد من براءة الرحم ومن حكم العدة أيضاً بالنسبة للطلاق العدة للطلاق إعطاء المطلق فرصة لكي يراجع نفسه فيما أقدم عليه من الطلاق وهذا في الطلاق الرجعي لو طلقها طلقة وطلقتين فإن تعتد ثلاث حيظات يعني تقريباً ثلاثة أشهر هذه الثلاثة أشهر فرصة للزوج لكي يراجع نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً وأيضاً من حكم الطلاق وأيضاً من حكم مشروعية العدة حتى تكون حريماً للنكاح الذي له خطر وشأن فتكون هذه العدة فاصلة بين النكاح الأول والنكاح الثاني عند وجوده فلا يتصل الناكحان وقد كانوا في الجاهلية يطلقها الزوج أول النهار وتتزوج آخر النهار كان هذا موجوداً في الجاهلية وقد ذكر أن أحد العرب طلق زوجته في الصباح فتزوجها رجل في المساء فأتاه زوجها الأول معه السيف وقال له طرق عليه الباب فلما فتح عليه الباب قال سلام الله يا مطر اسمه مطر سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو رأس مفرقك الحسام فطلقها فكانه يطلق هذا ويتزوج هذا في اليوم الواحد فجعل لهذا العقد العقد النكاح هذا الحريم لأنه عقد سماه الله تعالى ميثاق غليظاً فلا يتصل الناكحان وأيضاً من الحكم بالنسبة لعدة الوفاة رعاية حق الزوج المتوفى وذلك بأن تقوم الزوجة بالإحداد عليه فليس من رعايتها أن الزوج يموت اليوم وتتزوج المرأة غداً فلتبقى مدة تحد على زوجها ويكون في هذا رعاية لحقه وربما يكون هناك حكم أخرى غير ما ذكر فالله تعالى حكيم عليم وهو أحكم الحاكمين لا يشرع شيئاً إلا لحكمه قال مصنف رحمه الله ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة أي أنه لو أن رجلاً عقد على امرأة عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قبل المسيس يعني الوط وقبل الخلوة فلا عدة عليها وهذا بالإجمع لقول الله عز وجل ذكر المؤلف الدليل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا فإذا المرأة غير المدخول بها هذه إذا طلقت لا عدة لها ليس لها عدة وهذا بالإجماع طيب غير المدخول بها سيتكلم عنها المؤلف ويضع لها أقساما قال رحمه الله تعالى وَالْمُعْتَدَّاتُ يَنْقَسِمْنَ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ أُولَاةُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا بِتَوْأَمَيْنِ لَمْ تَنْقَضِ عَدَّتُهَا لم تنقضي أحسن الله عليكم لم تنقضي عدتها حتى تضع الثانية منهما والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان خلق الإنسان نعم قال والمعتدات يعني مدخول بهن ينقسمنا أربعة أقسام عرف ذلك بالسبر والتتبع إحداهن أولات الأحمال يعني المرأة الحامل أجلهن أجلهن أن يضعن حملهن وهذا يشمل المطلقة والمتوفى عنها زوجها فبمجرد أن تلد انقضت عدتها طيب ماذا لو أن امرأة توفي زوجها وبعد ساعة واحدة ولدت هل تنقضي عدتها أم لا ساعة واحدة تنقضي ولذلك قال الفقهة حتى لو ولدت وهو على مغتسله يغسل انقضت عدتها طيب ماذا لو ولدت بعد وفاته بدقيقة واحدة تنقضي عدتها تنقضي تنقضي معنا ذلك العدة فقط دقيقة واحدة مثلا هذا قد يحصل رجل توفي ثم بعد ذلك أنجبت زوجته فلما رجع المستشفى قالوا أنها ولدت الساعة كذا بعد وفاته بدقيقة تنقضي عدتها وهكذا أيضا المطلقة المطلقة إذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل طيب هل الحمل يطيل عدة المطلقة أو يقصرها نعم نعم أحسنت قد يطيل وقد يقصر فقد يطلقها وتلد بعد ساعة تنقضي عدتها وقد يطلقها ولا يزال الجنين نطفة فتبقى عدتها تسعة أشهر عدة طويلة فقد تطول وقد تقصر إذن المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل بوضع الحمل والمطلقة تنقضي عدتها بوضع الحمل وهذا بالإجماع لقول الله تعالى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ قَالَ وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا بِتَوْأَمَيْنْ الفقهاء يفترضون مسائل وقد تقع هذه المسائل يعني ليست مسائل مستحيلة الوقوع قد تقع فهذه مسألة وإن كانت قليلة الوقوع لكن لا بد أن نعرف حكمها لو كانت هذه المرأة حاملا بتوأمين قال لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما فإذا وضعت الأول لم تنقضي عدتها لا بد أن تضع المولود الثاني طيب ثم قال المؤلف وهذا يصلح أن يكون ضابطا ضابطا في هذه المسألة والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق إنسان الحمل الذي تنقضي به العدة لأننا قلنا إن العدة تنقضي بوضع الحمل وتصير به الأمة الأمة يعني الرقيقة وقد انقرض الرق الآن في الوقت الحاضر في جميع دول العالم انقرض وأصبح الرق مجرم رسميا في جميع دول العالم بل يعني أصبح يعاقب عليه والمنظمات الدولية أيضا تجرمه فانقرض الرق لم يعد الرق موجودا في وقتنا الحاضر فهذه المسألة التي نقرأها في كتب الفقهة في مسائل الرق أصبحت مسائل نظرية قال والأمة يعني ما تصير وتصير به الأمة أم ولد الأمة إذا ولدت أصبحت أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان يعني الحمل إذا كان نطفة لا تنقضي به العدة إذا كان علقة لا تنقضي به العدة طيب متى تنقضي به العدة ونقولنا هذه المرأة الحامل قد وضعت هذه المرأة الحامل قد وضعت يقول المؤلف ما يتبين به خلق إنسان طيب متى يتبين خلق إنسان يتبين خلق الإنسان في طور المضغة في طور المضغة من يذكر لنا الدليل لذلك من القرآن أن خلق الإنسان يتبين في طور المضغة نعم فضل أرفع صوتك من تراب خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة أحسن ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة في سورة الحج فالآية تشير إلى أن التخليق إنما يكون في طور المضغة ولا يكون في طور النطفة ولا في طور العلقة طيب طور المضغة متى يجمع خلق أحدكم أربعين يوم نطفة في بطن أمة ثم علقة مثل ذلك يعني أربعين ثم أربعين فطور المضغة يأتي بعد ثمانين يوما معنى ذلك أن تبين خلق الإنسان يكون في طور الثمانين يوما بعد ثمانين يوما بعد ثمانين يوما من عمر الحمل وعلى هذا فالمرأة الحامل إذا ألقت نطفة لا تنقضي به العدة ألقت علقة لا تنقضي به العدة ألقت مضغة تبين فيه خلق إنسان حيث أصبح في هذا الذي ألقته ما يشير إلى أنه إنسان كعين أو أذن أو يد أو رجل فهنا انقضت عدتها وأيضا نستفيد من هذا فائدة أخرى وهي أن المرأة إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان تصبح نفساء ويجري عليه أحكام النفساء أما إذا وضعت قبل ما يتبين فيه خلق إنسان فهذا الدم دم فساد تصلي معه وتصوم فلو أن امرأة أسقطت مثلا الحمل وعمره أربعون يوما هذا الدم فساد أو دم نفاس دم فساد طيب عمره خمسون يوما دم فساد ستون يوما فساد سبعون يوما فساد ثمانون يوما هنا إذا تبين فيه خلق إنسان يكون دم نفاس أحيانا التخلق قد يتأخر يعني إذا ما بعد تسعين يوما يتبين فيه خلق إنسان ما قبل الثماني لا يتبين ما بين الثماني إلى التسعين قد يتبين قد لا يتبين فينظر لهذا الذي ألقته المرأة تبين فيه خلق إنسان فتنقض به العدة وأيضا يصبح دم نفاس إذا كانت لا تدري المرأة الأصل أنه دم فساد حتى يتبين له حتى يتبين المرأة أن ما ألقته فيه خلق إنسان طيب هذا هو القسم الأول القسم الثاني نعم قال رحمه الله الثاني التي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر والإيماء على النصف من ذلك وما قبل المسيس وما بعده سواء القسم الثاني أشرنا لها قبل قليل لكن مؤلف عاد هنا من باب الترتيب التي توفي أزواجهن عنهن التي توفي أزواجهن عنهن لكن الذي أشرنا لها قبل قليل وهن حوامل قلنا العدة تنتهي بوضع الحمل هنا وهن غير حوامل وهن غير حوامل فعدتهن أربعة أشهر وعشر وهذا بالإجمع لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر فعدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا أربعة أشهر وعشر قال بعض العلماء إن عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة ثم نسخت إلى أربعة أشهر وعشر ولكن الصحيح أنها شرعت أربعة أشهر وعشر وأن قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه وصية لأزواجه متاعا إلى الحول غير إخراج هذه ليست في العدة وإنما هذه في وصية الأولياء بأن يبقوا الزوجات بعد وفاة أزواجهم في بيوتهم لمدة حول متاعا إلى الحول غير إخراج يعني لا يخرجن من البيوت ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج يعني لا يخرجن من البيوت فالآية ليس فيها ذكر أصل العدة والصحيح أنها فرضت أو شرعت أربعة أشهر وعشر قال والإماء على النص من ذلك دائما الأمة على النص من الحرة في الأحكام ومن يذكر لنا الدليل من القرآن على أن الأمة على النص من الحرة في سورة النساء نعم فهين أتينا بفاحشة يعني الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب يعني من العقوبة فدلت الآية على أن عقوبة الأمة إذا زنت نصف عقوبة الحرة وهكذا في بقية الأحكام تتنصف العقوبة وتتنصف الأحكام ففي العدة الأمة على النصف من الحرة إذا توفي عنها زوجها تكون عدتها كم؟ إذا كانت الحرة أربعة أشهر وعشر الأمة شهران وخمسة أيام أحسن طيب قال وما قبل المسيس وما بعده سواء أما ما بعد المسيس فواضح أن المرأة إذا دخل بها الزوج ثم مات عدتها أربعة أشهر وعشر لكن إذا عقد رجل على امرأة ثم مات قبل الدخول فهل تعتد عليه أربعة أشهر وعشر أو تسقط عنها العدة مثل المطلقة نعم تسقط ما تسقط طيب نعم تسقط نعم الجواب أنها لا تسقط العدة عنها بالإجمع لا تسقط إنما تسقط عن المطلقة المطلقة التي عقد عليها ولم يدخل بها إذا طلق زوجها تسقط العدة لا عدة عليها لكن المتوفع عنها زوجها لا تسقط العدة عنها انتبهوا وهذا يدل على عظيم شأن النكاح فلو أن رجلا قال لآخا زوجتك ابنتي فلانا قال قبلت بحضور شاهدين ثم إن هذا الزوج مات بعد خمس دقائق يلزم هذه المرأة أن تعتد أربعة أشهر وعشرة بمجرد العقد أربعة أشهر وعشرة وهذا بالإجمع طيب هل يكون لها المهر نعم يكون لها المهر كاملا ولا يتنصف هل ترث 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 الزوج إن لم يكن له ولد كم لها الربع وإذا كان له ولد الثمن تغنى منه هذه الغنائم كلها بسبب عقد النكاح تأخذ المهر كامل وترثه لكن أيضا تعتد عدة الوفاة وهذا بالإجماع بإجماع العلمة هذه المسألة ليس فيها خلاف لأنها لعموم الأدلة فإن قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصنا بأنفسهم يشمل مدخول بها وغير المدخول مفهم العلماء ذلك وأجمعوا عليه وإذا قيل إجماع يعني هذا يعطيك قوة لأن الإجماع من أقوى الأدلة بل إن بعض العلماء يقدموا على دلالة كتاب والسنة باعتبار أنه قد يختلف فهم دلالة كتاب والسنة والأمة معصومة من خطأ في الإجماع طيب قسم الثالث نعم قال رحمه الله تعالى الثالث المطلقات من ذوات القرؤ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ وقرؤ الأمة حيضتان نعم القسم الثالث المطلقات من ذوات الأقراء الأقراء يعني الحيض يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ وهذا أيضا بالإجماع غالبا أن المسائل المجمع عليها لها دليل من القرآن والسنة دليل صريح دليل هذه المسألة قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ قرؤ جمع قرؤ والقرؤ معناه الحيض وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابي موسى وابن عباس لكن قال بعض العلماء إن المراد بالقر الطهر لأن اللغة عربية تدل على أن القر قد يطلق أيضا على الطهر ولكن أكثر أهل العلم على أن القر المقصود به الحيض وهو القول الراجح وهو المأثور عن أكثر الصحابة ومما يدون لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك قالها للمستحاضة يعني أيام حيضك فمعنى قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قرؤ يعني ثلاث حيضات صحيح اللغة العربية تحت من المعنيين فالقرؤ معناه في اللغة العربية الحيض والطهر ولذلك يقال إن هذا من الأضداد مش معنى من الأضداد يعني يطلق على الشيء وعلى ضده يطلق على الشيء وعلى ضده فالقرؤ من الأضداد في اللغة العربية ولكن دلت الأدلة والأثار عن الصحابة على أن المقصود به في الآية الحيض فعلى ذلك نقول إن عدة المطلقات من ذوات التي يحضن ثلاث حيضات فالمرأة إذا طلقت وكانت ممن تحيض عدتها أن تحيض ثلاث حيضات إلا إذا كانت أمة فعدتها حيضتان الأصل أنها حيضة ونصف لأن الأمة على النصف من الحرة لكن جبراء النصف لا يمكن أن تكون حيضة ونصف فقيل حيضتان القسم الرابع نعم قال رحمه الله تعالى الرابع اللاتي يائسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللاء لم يحضن والأمة شهران ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضيع الرابع اللاء يائسن من المحيض هذه ذكرها الله تعالى في سورة الطلاق فقال واللاء يائسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاء لم يحضن فذكر الله تعالى أن النساء التي يائسن من المحيض بسبب كبر السن أو بسبب مرض أو غير ذلك عدة هذه المرأة اليائسة عدتها ثلاثة أشهر وهكذا المرأة الصغيرة التي لم تحض إذا طلقت عدتها ثلاثة أشهر وهذا بالإجماع لأنه منصوص عليه في الآية الكريمة والأمة على النصف عدتها شهران الأصل أنها الأصل أنها شهر ونصف ولكن باعتبار أن الأمة إذا كانت من ذوات الحيض عدة وحيضتان قيل هنا عدة الأمة أيضا شهران قيل عدتها شهران نعم قال رحمه الله تعالى ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع أحدها إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فإنها تربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به نعم يشرع التربص مع العدة يعني يجب على المرأة أن تنتظر فترة العدة يجب على المرأة أن تنتظر فترة قبل العدة ثم تعتد يجب على المرأة أن تنتظر فترة قبل العدة ثم تعتد هذا معنى كلام المؤلف يشرع التربص مع العدة يعني انتظار قبل العدة في هذه المواضع الثلاثة الموضوع الأول إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه المرأة أصبح لا يأتيها الحيض ولا تدري ما السبب فإنها تتربص يعني تنتظر سنة تسعة أشهر ثم تعتد نعم فإنها تتربص تسعة أشهر يعني تنتظر تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات أي أن المجموع سنة تبقى سنة تنتظر سنة تسعة أشهر تربص وثلاثة أشهر عدة عدة الآيسة فيكون مجموع سنة و دليل لهذا أنه هذا قد روي عن عمر رضي الله عنه واشتهر عنه ولكن في الوقت الحاضر يمكن أن يستعان بالطب الحديث في معرفة أن المرأة ليست ليست حاملا التأكد من خلو الرحم لأنه تسعة أشهر مدة طويلة والغرض منه التأكد من براءة الرحم مع الطب الحديث أصبح بالإمكان القطع أن هذه المرأة حاملة أو ليست بحامل الآن الأشعة أصبحت يعني أنواع من الأشعة الأشعة التي تصور الخلية الصغيرة التي لا ترى بعين مجردة فكيف بالحمل ولذلك ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أنه في هذه الصورة يكفي أن تعتد المرأة ثلاثة أشهر من غير حاجة لتسعة أشهر إذا قطع الأطب بأنها غير حامل إذا أظهرت الفحوس والتحاليل بأنها غير حامل وقطع بذلك فلا حاجة أن أقول لها تنتظر تسعة أشهر لأن هذا في إضرار بها وهذه المسألة ليس فيها دليل من القرآن والسنة لانتظار تسعة أشهر وإنما أثر عن عمر ويعني بناء على ما هو موجود في زمنه لأنه يخشى أن تكون حاملا ومع أن تقدم الطب في الوقت الحاضر نقطع بأن هذه المرأة ليست حاملا تعتد فقط عدة الآيسة ثلاثة أشهر هذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة أما إن عرفت ما رفع الحيض كأن تكون مثلا ترضع المرأة التي ترضع يتأخر عندها الحيض فإنها تنتظر قال لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به وهذا أيضا المروع عن بعض الصحابة كعثمان وعلي في شأن المرأة التي لم تحض لأجل رضاعها لأجل أرضاعها لطفلها لكن إذا انتظرت المرأة نزول الحيض انتظرت ثم انتظرت ولم ينزل الحيض فتكون حينئذ كاليائسة تعتد ثلاثة أشهر الثاني نعم الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره تتربص أربعة سنين ثم تعتد للوفاة وإن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته امرأة المفقود هذا يتكلم عن العلماء في باب الفرائض وإرث المفقود يعقد الفرضيون له كتابا المفقود لا يخلو إما أن يكون الغالب عليه السلامة أو الغالب عليه الهلاك وذكر المؤلف الحالتين الحالة الأولى إذا كان غالب عليه الهلاك قال مصنم امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة في مهلكة كأن يكون في حرب مثلا أو نحو ذلك قال أو من بين أهله هذا الغالب عليه السلامة فلم يعلم خبره قال تتربص أربع سنين تنتظر أربع سنين ثم تعتد للوفاة قالوا لأن ذلك مروي عن عمر رضي الله عنه وإن فقد في غير هذا كالمسافر التجارة ونحوها لم تنك حتى تتيقى موته ولو بقي تسعين سنة وهذا مما يبين ضعف هذا القول لأن هذا فيه إضرار بهذه المرأة والمشهور المذب الحنابلة أنه إذا كان الغالب عليه الهلاك فينتظر أربع سنين وإذا كان الغالب عليه السلامة فينتظر تسعين سنة منذ ولد تسعين سنة سنة منذ ولد وهذا القول قول مرجوح ولذلك فالصواب وهو الذي عليه العمل وهو الذي عليه الآن فتية معظم العلماء أن المرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي فالقاضي يدرس حالة هذا المفقود من جميع النواحي حالة العقلية والنفسية والاجتماعية وظروف وملابسات فقده ويضرب مدة يغلب على الظن أن يبحث عنها عن هذا المفقود فإن أتى وإلا حكم القاضي بوفاته إن أتى هذا المفقود وإلا حكم القاضي بوفاته هذا هو القول الراجح في هذه المسألة أما التحديد بأربع سنين وبعض العلماء يحدد أيضا بتسعين سنة منذ ولد وبعضهم بسبعين سنة وبعضهم بستين سنة كل هذه الأقوال لا دليل عليها فالصواب أن المرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي وأما عمر رضي الله عنه حكم في قصة رجل فقده أهله ذهب لصلاة العيشة وفقده أهله فذهبت زوجته لعمر فأمرها أن تنتظر أربع سنين ثم بعد أربع سنين أتت إلى عمر فأمرها بأن تعتد عدة الوفاة وأذل لها بعد ذلك أن تتزوج فلما تزوجت أتى ذلك الرجل فقالت إن عمر هو الذي أذين لي بذلك فذهب إلى عمر عاتب عمر قال يغيب أحدكم المدة الطويلة عن أهله لا يدرون عنه قال إن لي شأنا يا أمير المؤمن وذكر أنه لما ذهب لصلاة العيشة اختطفته الجن وفي قصة طويلة غريبة وذكر سأله عمر عن أحوالهم وعن طعامهم وعن أشياء أخرى من هذا القبيل لكن خيره عمر بعد ذلك قال إن شئت رجعت لك زوجتك بعدما تعتد من زوجها وإن شئت بقيت مع زوجها ونعطيك المهر من بيت المال فما تظن ماذا سيختار الأول أو الثاني الثاني أنها طابت نفسه منها لما رأى أنها تزوجت طابت نفسه منها فأعطاه عمر المهر من بيت المال لكن هذه واقعة عين يمكن لو أتى عمر امرأة أخرى ربما أمرها أن تنتظر مثل خمس سنين أو ثلاث سنين هذه واقعة عين ولهذا الصواب أن المرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي قال وإن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة أيضا كذلك المرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي طيب ننتقل للثالث نعم قال رحمه الله تعالى الثالث إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عجتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة فإن نكحت لم يصح النكاح وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل طيب طيب الثالث إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل هذا كان موجودا في الزمن السابق أحيانا تنقض العدة ثم تشك تشك هل هي حامل أم لا أما في الوقت الحاضر مع تقدم الطب يعني هذا يكاد يكون غير موجود لأنها تذهب إلى المستشفى وتتأكد هل هي حامل أو غير حامل فالمؤلف يتكلم عن ما هو موجود في زمنه يقول لم تنكح حتى تزول الريبة تتأكد التأكد وقتنا الحاضر أصبح ميسورا فإن نكحت يعني مع وجود الريبة لم يصح النكاح وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل لأنها تزوجت بعد التيقم خروجها من العدة وهذه المسألة أصبحت في وقتنا الحاضر نظرية لأن المرأة إذا ارتابت تستطيع أن تذهب للمستشفى وتتأكد من أنها حامل أو غير حامل طيب نعم ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد انقضاء العدتين وإن أتت بولد من أحدهم انقضت به عدته واعتدت للآخر وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر متى نكحت المعتدة نكاحها باطل بالإجماع لا يجوز للمرأة أن تتزوج وهي في حال العدة لقول الله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وأجله فإن تزوجت نكاحها باطل ويفرق بينهما وإذا كان ذلك عن عمد وعلم فيعزران قال وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت العدة الأول يعني عقد عليها ولا تزال لا تزال في العدة وفرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول أتمت عدة الأول إن كان له عدة أما إذا انقضت عدتها لأنها قبل الدخول كما ذكرنا أن المرأة لا عدة لها أن المرأة لا عدة لها قال وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واجتأنفت العدة للثاني إن كانت تفريق بينهما بعد الدخول بنت على عدة الأول يعني تكمل عدة الأول من حين أن دخل بها الثاني نقول أكمل عدة الأول ثم أيضا اعتد للثاني وتعتد لهم للاثنين لقول عمر تعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد للآخر وله أي لهذا الرجل الذي اتزوج بها في عدتها نكاعها بعد انقضاء العدتين لا يمنع خاصة إذا وقع ذلك عن خطأ أو جهن وإذا كان عن علم فلا بد من التوبة إلى الله عز وجل لكن هذا العمل لا يحرمها عليه المهمة تنقض عدتها من الأول ثم من الثاني ثم يعقد عليها من جديد وإن أتت بولد من أحده ما انقضت به عدته إن أتت بولد من الأول أو من الثاني انقضت عدة ذلك الرجل يوضع الحمل لكن تعتد للثاني للآخر هنا المؤلف يذكر مسألة يعني افتراضية فنريد أول أن نفهم عبارة المؤلف كلام الفقاء السابقين ومعطيات ما استجد في الوقت الحاضر يقول إن أمكن أن يكون الحمل منهما يعني من الزوج الأول والثاني هذا وطئ وهذا وطئ ما ندري الحمل الأول أو للثاني قال أري القافة القافة هم الذين يعرفون النسب بالشبه عندهم قوة فراسة فألحق بمن ألحقوه منهما إذا قال هو ولد الأول يكون الأول للثاني للثاني يعتمد على رأي القافة وانقضت عدتها منه واعتدت للآخر لكن يذكر بعض الفقه هنا لم يذكرهم وفق لكن بعض الفقه الآخرين يقولون إن ألحقت القافة الولد بهما جميعا فيلحق بالثاني يكون له أبوان وهذا ممن يلغز به هل يمكن يكون للإنسان أبوان فيقول فلان ابن فلان آل فلان وابن فلان آل فلان وهذا ذكره الشافعية وبعض الفقه والقول الثاني في المسألة أنه لا يمكن أن يلحق الولد بأبوي إنما يلحق بأب واحد وفي الوقت الحاضر يمكن معرفة الأب منهما على سبيل القطع عن طريق ماذا البصمة الوراثية أو الحمض النووي البصمة الوراثية هي نفسها الحمض النووي فيمكن عن طريق البصمة الوراثية أن نعرف هل هو هل أبوه الأول أو الثاني لكن لا يمكن أن ينسب طفل لأبوين وهذا وإن كان قد ذكره بعض الفقهة ذكروا يعني في زمنهم يعني قالوا أن هذا محتمل ونقل هذا حتى عن بعض الصحابة نقلهم من قيم وغيره لكن في وقتنا الحاضر أصبح بالإمكان تحديد الأب منهما عن طريق البصمة الوراثية حتى لا نحتاجه وقتنا الحاضر للقافة لأن القائف يحدد بنظر للشبه الشبه غير دقيق هناك شيء أقوى من الشبه وهو البصمة الوراثية فإذن هذه المسألة ذكرها المؤلف أيضا ممكن أن نستفيد من البصمة الوراثية في تحديد الأبي منهما طيب نأخذ الإحداد قال رحمه الله تعالى باب الإحداد وهو واجب على المتوفى عنها زوجها وهو اجتناب الزينة والطيب والكحي بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين طيب باب الإحداد الإحداد معناه في اللغة المنع ولذلك أطلق على العقوبات الشرعية التي ورد فيها تحديد شرعي حدود حد الزنا حد القطع في السرقة لأنها تحد صاحبها يتمنعه من الاعتداء وهذا الإحداد يختص بالنساء أحكامه تختص بالنساء ومعناه شرعا معنى الإحداد شرعا امتناع المتوفى عنها زوجها عن الزينة وما في معناها زمن عدتها تعريف الإحداد شرعا امتناع المتوفى عنها زوجها من الزينة وما في معناها زمن عدتها فتمتناع من الزينة في البدن والزينة في اللباس وما في معناه كالخروج من البيت لغير حاجة وهو واجب على المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تحد على الزوج وتأثم لو لم تفعل ذلك كيف يكون الإحداد يكون الإحداد بأن تجتنب المرأة المتوفى عنها زوجها خمسة أمور ذكرها المؤلف الأمر الأول نعم وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء نعم قال أولا اجتناب الزينة أي في البدن اجتناب الزينة في البدن وسيوضح المؤلف أكثر والثاني الطيب والكحل بالإثمد وغيره داخل في الزينة في البدن إذن الثاني الطيب الثالث لم يذكره المؤلف يحتاج أن نضيفه لبس الحلي تجتنب لبس الحلي الرابع الزينة في اللباس التي ذكرها المؤلف بقوله ولبس الثياب المصبوة للتحسين الخامس الخروج من البيت إلا لحاجة هذه الأمور الخمسة احفظها تجتنب المرأة المحدة خمسة أمور الزينة في البدن والطيب والزينة في اللباس والحلي والخروج من البيت إلا لحاجة من يذكرها المرة الثانية فضر أرفع صوتك الزينة في البدن الثاني الطيب الثالث الزينة في اللباس الرابع لبس الحلي الخامس الخروج من البيت إلا لحاجة احفظوها طيب نبدأ بالأول الأول اجتنابوا الزينة في البدن فتجتنب جميع أنواع الزينة في البدن ومنها الكحل وتجتنب المكياج بجميع أنواعه والحمرة وكذلك الأصباغ بجميع أنواعها والخضاب والحنة وكذلك أيضا الطلاء الذي يكون على الأظافر ونحو ذلك فجميع أنواع الزينة في البدن تجتنبه المرأة المحدة لا يجوز أن تضع كحلة في عينها ولا أن تضع مكياج ولا أن تضع محمرة الشفاة جميع أنواع الزينة في البدن تجتنبه هذا الأمر الأول الأمر الثاني الطيب بجميع أنواعه سواء كان الطيب المعروف أو كان البخور أيضا يدخل في ذلك الأدهان المطيبة أيضا الصوابين والشامبو المعطرة بعض أنواع الشامبو معطرة عطرا له نفوذ وأذكر مرة أنني قابلته شخصا فسألته عن العطر الذي تعطر به قال لا أنا استخدمت الشامبو وهذا يدل على أن بعض أنواع الشامبو لها عطر قوي فتجتنبه المرأة المحدة وهكذا الصوابين المعطرة تجتنبها المحدة كذلك المنادير المعطرة تجتنبه كل ما فيه عطر تجتنبه الأمر الثالث الزينة في اللباس أشر إليها المصنب بقوله ولبس الثياب المصبوغة المصبوغة في زمن المؤلف كانت الثياب الزينة مصبوغة تصبغ بي الزعفران أو غيره التحسين وثياب الزينة المرجع فيها للعرف فمثل الألوان الفاقعة مثل الأحمر والأصفر هذه معروفة أنها لباس زينة لكن تأخذ الملابس التي تكون ألوانها هادئة لا تكون لباس زينة ثم ذكر المؤلف الدليل قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل الامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على مئة فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا يعني ثوب زينة إلا ثوب عصب وثوب العصب هو من ثياب اليمن يعصب غزلها ويصبح معصوبا ثم تنسج ولا تكتحل هذا الداخل في الزينة في البدن ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قصط أو أظفار إذا اغتسلت من الحيض فيجوز لها أن تتبخر بالبخور قصط من أظفار هذا نوع من البخور نوع من البخور يسمى أظفار وقصط يعني قطعة من هذا البخور وهو يدل على جواز أن تستخدم البخور عموما سواء كان من أظفار أو من غيره بعد انتهاء الحيض فقط لأجل قطع رائحته فإذا لو طرحنا السؤال متى يجوز للمرأة المحدة استعمال الطيب الجواب بعد انتهاء الحيض وأيضا بالبخور فقط وليس بغيره الأمر الرابع الحلي تجتنب الحلي من الذهب والفضة والألماس جميع أنواع الحلي طيب إن كان عليها حلي هل تخلعه أو لا تخلعه كان عليها خاتم تخلعه عليها أسورة تخلعها طيب الساعة هل يجب على المرأة المحدة أن تخلعها أم لا من يجيب عن هذا السؤال فضل لا يجب نعم وهو أحسنت إن كان هذا الصواب أن يقال في الساعة إن كان لبس الساعة للزينة ما تجتنب والمحدة لأنه في معنى الحلي وإن كان لأجل معرفة الوقت فقط وليس للزينة فلا بأس فنقول للمرأة المحدة ما غرضك من لبس الساعة قالت والله غرضي فقط أعرف الوقت نقول لا بأس إن قالت لا غرضي أن يتزين بها نقول لا ليس الوقت وقت الزينة انتظر حتى تنقضي العدة الأمر الخامس قال وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك طيب هذا يعني فصل فيه المؤلفت فضل وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها وإن تباعدت مضت في سفرها والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها نعم بعد شرح هذه الفقرة سنجيب على الأسئلة والأولوية لأسئلة المكتوبة طيب الأمر الخامس أن تمكث في بيت الزوج ولا تخرج منه إلا لحاجة وهذا معنى قول مصنه وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه والدليل هذا قصة فريعة ابنت مالك فإن زوجها خرج في طلبي أعبد عبيد عنده هربوا لحق بهم فلما كانوا في الصحراء قتلوا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم كث في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله فاعتدت في بيتي زوجها وقول المؤلف إن أمكنها ذلك يعني إن لم يمكنها ذلك بأن كان مثلاً البيت مستأجراً وليس عندها ما تدفع به الأجرة لا بأس أن تنتقل إلى بيت أهلها أو أنها مثلاً كانت تتضرر كانت تكون امرأة شابة وتخشى على نفسها تخاف من البقاء في بيت زوجها وحدها لا بأس أن تنتقل إلى بيت أهلها أو بيت آخر فإذا كان يلحقها الضرر بالبيت وت في بيت الزوج فلا بأس أن تنتقل لبيت آخر أما إذا كان لا تخشى الضرر فالأصنى تبقى فيه طيب يجوز لها أن تخرج لحاجة كأن تخرج مثلاً للمستشفى للعلاج أو تخرج المحكمة أحياناً إجراءات المتوفة عنه تحتاج إلى حضورها أو تخرج مثلاً لوالدتها أو والدها المريض ونحو ذلك ومن الحاجة أيضاً أن تخرج لشراء حوائجها إذا لم يوجد من يشتري لها أمرأة لا يوجد أحد يشتري لها حوائجها يجوز أن تذهب للسوق وتشتري حوائجها لكن هل من الحاجة أن تخرج للنزهة هذا ليس حاجة لا تخرج لا يجوز أو تسافر لأجل الترفه لا يجوز إذا لا تخرج من بيت الزوج إلا لحاجة وإذا خرجت ينبغي أن يكون خروجها نهاراً لأن الأصل أنها تبقى تبيت تبيت في بيت الزوجها البيتوتة تكون في الليل فالليل بالنسبة المتوفة عنها زوجها أشد من النهار فإذا احتاجت ينبغي أن يكون خروجها نهاراً طيب هل من الحاجة إذا كان الطالب أن تذهب للمدرسة نعم هذا من الحاجة لا بأس طيب إذا كانت موظفة أن تذهب للعمل نعم يعتبر حاجة لكن تخرج من غير زينة حتى لو كانت في وسط نسائي فهذا يعتبر من الحاجة فإذا تبقى في بيت الزوج لا تخرج منه إلا لحاجة قال فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها هذه امرأة خرجت لسفر أو خرجت تحج ثم توفي زوجها ما الحكم يقول وهي قريبة إذا كانت قريبة يعني لم تبعد بها المسافة رجعت لتعتد في بيتها يعني إن مشت مثلاً عشر كيلو مترات أو عشرين كيلو ثم بلغها خبر وفاة زوجها ترجع لكي تعتد في بيت الزوج وإن تباعدت مضت في سفرها لو أنها مثلاً أتاها الخبر وهي في مكة يوم عرفة هل نقول اقطعي الحج وارجعي لكي تعتد في بيت الزوج لا لأن عليها ضرر إنما تمضي في سفرها والمطلقة ثلاثاً مثلها المطلقة الثلاثة يقول مؤلف إنها مثلها يعني مثل متوفع عنها زوجها في الإحداد وهذا هو المذهب القول الثاني أن المطلقة ثلاثاً لا يجب عليها الإحداد لعدم الدليل لأن الأدلة إنما وردت بالإحداد المتوفع عنها زوجها وهذا هو القول الراجح فالمطلقة ثلاثاً كغيرها من النساء وليست كالمتوفع عنها زوجها قال إلا في الاعتداد في بيتها يعني المطلقة الثلاثة لا يجب عليها أن تبقى في بيتها وهذا مما يضعف هذا القول فالصواب أن المطلقة كغيرها من النساء لا يجب عليها إحداد لكن لو أرادت أن تحد يجوز وإنما المطلقة وإنما التي يجب عليها الإحداد المتوفى عنها زوجها هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ونكتف بهذا القدر وغداً إن شاء الله نكمل الشرح ووصلنا إلى باب نفقة المعتداد غداً إن شاء الله نبدأ به إلا تفكيراً لكي 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 تفك